اعلن مدير مخازن الكتاب المدرسي الرئيسية حسين الرحيبي أن حصيلة توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع الماضي شملت 19 بلدية وأوضح الرحيبي أن الأسبوع الجاري سيشهد التوزيع بباقي البلديات على أن تستكمل عملية التوزيع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وكان مركز المناهج التعليمية قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع عدد من الشركات المحلية لطباعة وتوريد أكثر من 39 مليون نسخة كتاب لمرحلة التعليم الأساسي والثنوية أقيم ببلدية ديزوارة فعاليات ختام السباق بطولة المنطقة الغربية للدراجات بمشاركة خمسة أندية من المنطقة الغربية وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن السباق أقيم على مرحلتين اختتمت فيها المرحلة الأولى لناشئين لمسافة 30 كم تليها المرحلة الثانية لفئة الأواسط والكبار والتي قيمت على طريق زوارة أبو كماش لمسافة 60 كم حيث تم تكريم الفائزين بالتراتيب الثلاثة الأولى لكل فئة أهابت بلدية جنزور بأصحاب مستودعات غاز الطهو بالبلدية ضرورة حضور الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل وبحسب البيان الصادر عن البلدية فإن الاجتماع سيعقد بالمقر الرئيسي للبلدية صباح الأحد المقبل وذلك لمناقشة آلية توزيع استوانات غاز الطهو داخل النطاق البلدية أقيمت بميدان فرسية أبي ستة احتفالية اليوم العالمي للقلب والتي يقيمت تحت شعار صحة القلب مسؤوليتنا جميعا وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن الاحتفالية أقيمت برعاية مكتب الصحة ببلدية سوق الجمعة وبمشاركة مجموعة من أطباء القلب للتوعية الصحية وسبل مكافحة أمراض العصر كضغط الدم والسكت الدماغية والتي تشرف عليها جمعية القلب الليبية أقيمت ببلدية سوق الجمعة فعاليات ختام برنامج النوادي الصيفية المدرسية بحضور عميد البلدية ورئيس فريق الطفل بالإضافة لعدد من مدراء المدارس بالبلدية وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فقد أقيمت احتفالية بهذه المناسبة على مسرح كلية التربية وتخلل برنامج الحفل العديد من الفقرات المتنوعة شملت بعض الأناشيد وعدد من العروض الرياضية والمرئية كما تم خلال الختام تكريم إدارات المدارس والمشرفين على برنامج النوادي الصيفية أوقد بدوان بلدية أوجلا اجتماع مشترك ضم كل من وكيل الدوان ببلدية ومدير مستشفى أوجلا بالإضافة لعضو لجنة شؤون الموظفين بالمستشفى وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن الاجتماع قد خصص لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعقود المغتربين وعمال النظافة ومناقشة سير عمل المستشفى ومتابعة حالات العجز في الممرضين بالإضافة لمناقشة الأسس المثلى لتذليل الصعاب التي تواجه كل الأطراف أعلنت بلدية الجفراء الأحد عن وصول 29 شاحنة وقود موزعة على مختلف المحطات العاملة داخل نطاق البلدية وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإنها تطالب كافة الموظفين بالالتزام والنظام والتعاون أثناء تعبئاتهم الوقود من المحطات مؤكدة أن الوقود سيتوفر باستمرار من مستودعات مصرات لإنهاء الأزمة التي تعاني منها المنطقة وصلت إلى مدينة مرزق السبت شحنة من معدات تشغيل وصيانة شبكة المدار الجديد وتسعى شركة المدار الجديد إلى تطوير شبكتها بالمنطقة والانتهاء من استكمال مشروعها شبكة 4G هذا وتقوم في ذات الوقت شبكة لبيان للهاتف المحمول من استكمال مشروع شبكة 4G بعد استكمال المرحلة الثانية من المشروع في بلديتي الشاطئ والجفراء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة